ما تكلمش ما تكلم في زمن ولكن أنا بسأل سؤال وأتمنى أن يكون إجابة عليه وأتمنى أن الإجابة ما تبقى الشفاهية لقيت اليفوني بيرن بعد ما بخلص والله يا كابتن إسلام ما بيش الكلام ده أنا نفسي أشوف الكلام ده عملي في أرض الملعب أتمنى أن لا يظلم النادي الأهلي أتمنى أن لا يظلم نادي في الدولة العام المصري مش النادي الأهلي فقط لأن أنا على يقين أنه لما النادي الأهلي لا يظلم وبقية الأندية لا تظلم أنا عارف أن أنا فنيا كنادي أهلي أكسب أي حد وأخذ الدوري ولو ما كسبتش الدوري أنا لغلطا ولكن الديني تحكيم عادل من فضلك تخيل حضرتك مبارح سامير لو سمحت هاتلي الكورة بتاعة أكرم توفيق هل من المفترض أن أنا كلاعب كرة قدم أصدق أنا راجل لعبت كرة أنا ما بفهمش في الكرة حضرتكم كجمهور تصدقوا أن الكرة دي لا تحتسب طرد للعب البلدية في الدقيقة كام حضرتكم 35 من الشوت الأول مش هتكلم في أي لعبة تانية أنا هتكلم في اللعبة دي بس لا هتكلم طبعا بس دلوقتي يعني هل الكرة دي لا تحتسب طرد أنا بعثتها أنا عندي بعض الأسماء اللي بابعت لها وهي أسماء كبيرة وعالمية هم قالوا لي يعني مش حابيني أن هم أقول مين ولكن في الوقت المناسب قال لي إسلام دي مش محتاجة كلام حد قال لي هو غير مصري مش مصري يعني قال لي إسلام الكرة دي لا تحتاج إلى كلام لو الحكم ما شفهاش الفار فين كابتن طارق ماجدي هاي كابتن طارق إيه الأخبار حضرتك ما حسبتش درب الجزاء ليه كابتن طارق أو ما روحتش للحكم قلتله تعالى بص على الفار ليه كابتن طارق هل هذه اللعبة لا تحتاج إلى لو واحد عنده مشكلة في عينيه هيشوفها هيحسبها درب الجزاء كابتن طارق ماجدي على الفار ما بعدش الحكم المباراة حكم المباراة ما شفش الكرة دي وقال لا تمشي عادي رغم إن هو كان قريب من الحالة فين الكابتن؟ اهو تفضل بص يا جماعة يا نهره بيض لا 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 إيه دا يا جماعة دا؟ أنت بتتكلم بجد؟ اهو والله يا جماعة مش أنا على فكرة دا الصورة حضرتك الكابتن واقف قدام اللعبة وكابتن طارق ماجدي بتيقلي لو شافها زينا تاني مرة واثنين وثلاثة وعشرة لا هتهالي من قريب سمير هتهالي من قريب حبيب اه أنا مش مصدق يا جماعة والله والله هي ما مصدق طيب تخيل حضرتك أنا داخل على مباراة الترجي ما ليش دع هو لعيب البلدية من حقه وأنا عارف إن لعيب البلدية دا تهون منه لا يقصد طبعا هو عايز يكسب وعايز ياخد التلات نقاط وحقه ولكن يا جماعة تخيل لو رجل أكرم توفيق حصل فيها حاجة عارف لو حد غير أكرم توفيق ولكن حصل له حاجة أنا أسف تخيل حضرتك إن دي في دقيقة 35 ولم يتم طرد اللعبة اللعبة التانية سميل لو سمحت هل من الطبيعي إن أنا كنادي أسكت عن التحكيم وساند التحكيم أكتر نادي في مصر ساند التحكيم المصري ووقفنا في ظهره ويا ما قلنا والمرة اللي فاتت طلعنا قلنا كابتن البنة مش البنة كابتن معروف قلنا أحسن حكمه عمل مطشي حلو والبتاع طيب هل دي حتى ما تستحقش أي شيء دي هاتلي كده دي أكام يا سميل لو ينفع ها ايه رأي حضراتكم ما رأي كابتن ياسر عبد الرقوف في هاتين الحالتين اللي لم يزاع مش عارف غريبة جدا هل هناك اتجاه معين ضد النادي الأهل يا جماعة حد يطلع يقول يا إسلام ما فيش اتجاه معين ضد النادي الأهل لأن هذه الألعاب واضحة لمن لا يرى هل يا جماعة ايه ده انهر أبيض يا انهر أبيض أنا بكلم كهرباء قلتولي يا ابني انت سليم مبارح قلتولي انت سليم انت كويس كانت ناسر عبد الرقوف ساب دول كلهم وساب الألعاب دي كلها وبيتكلم على ايه على لعبة هي في الأساس هات الجون التاني يا سميل لو سمعت في لقطة في الجون التاني من وقت